مستمرين بإذن الواحد الأحد أسأل الله أن يسعدكم جميعاً يبارك في الجميع يا ربي يا الله أبرجع لمقبل عندك سالفة صحيح نبيها نبع عينك طبعاً أبدأ أي على طول سالفة مع الشيخ بنجال ابن سلطان الشيفاني ابو خالد ونعم رمز من رموز الكرم ونعم هذا الرجل أنا عندي مزرعة طبعاً في عندنا ما أهل الحلال نسبلينهم بلاش ما نأخذهم جينا بعض الشركات نأخذ مبالغ بسيطة بس رمزية سدد الفواتير مو فواتير كذا ومشي سووني أنا عندكم في المزرعة في شيب آه شيب موية أهل الحلال نفرح إلا من ندخل مزرعتهم عشان نعطيهم سبيل لله ما نأخذ عليهم الله ولا ريال طيض الله والله أنا ننبص ما شاء الله لأننا رأي الحلال دخل المزرعة الحمد لله نبي لاجر نبي أما الشركات نأخذ عليها مبالغة رمزية بسيطة ولهم من كذا تخطي التكاليف بس حاجات بسيطة يا سلام عشرين وثلاثين بسيطة فواتير مو فواتير كلمني العامل وأنا كنت محرك من المجموعة باتجاه المزرعة مزرعة في بوضة قبل مبايا قال لي عندي سيارة الآن ما معي فلوس قلت أنا جايك بالطريق قريب عبيت قال عبيت قريب أنا قريب قال مهما أنا يوم جيت فأز قلبي على طول استكر مكتوب عليه شركة الإنجاز استكر إذا قرأت الإنجاز في إنجاز الشيباني أبو خالد أنا موكل ونعم استاه والله استاه فيوم شفته يا أخي الرجل هذا أنا أحبه والله لعمري قابلته ولا وجهته لكن أسمع عنه في عطق الأرقاب فكفال تليتام فعلوم الخير كله يا سلام فالرجل هذا أنا أحبه لله وبالله قلت للعامل هم أعطي العامل وقال له 20 تقريبا قلت رجع بلوسها كنت أكفى بس يا صديق بس أبا سوي بيتين بس هو بيمشي قلت بألا بس دقيقة بس أيوة المهم قلت صديق سلم لي على الشيخ فنجا وبلغ تحياتي ترامي من مطير والله ما أخذ منك لو أنه ريال ريال ويتك عبه عندنا صبح وعصير وعصير كلهم نجل معزبك طيب الفاء نسل الشو خليه تفجأ الطوابير أرفع لك عقالي يا أبو خالد الجلاء والمزرعة تفداك يا ابن المناعي طيب يا أحتي والله يستاهل أبو خالد فحرك من عندنا والله ما أخذنا علوها قلت تعال عب متى ما تبيت عبي وعلم العام عندي قلت ما تأخذ عليه فراحت وانتشرت لو تثبت وذي ما أدرت طبعا ما جاء مره من المرات إلا الرقم اللي دق لي رقم قريب ما أعلم صفر واحد وعلى كده انتهى تصل تصلت على ثاني مرة اللي تكلم مستكم سكرت تدق عليه السلام عليكم السلام الأخ مقبل قال الله قال أبا حولك على أبو خالد قلت من أبو خالد أنا ما أتسال فذي راحت لهم كن أسبوعين وقت قال فينجال الشبان قالت الشيخ فينجال قال ألمم طلعت المجلس قلت لها لا حجال حجني خلونا بسط مام كلمني إلا كلام رجال عاقل كلام محترم كلام يسألني عن الموقع قلت كسراكم في المكان وفلان الله يزيده ولا ينقصه إن شاء الله فعلمت قال أنا أخوك إذا جوك اخذ منهم هذه شركات اخذ منهم مثلك مثل النازل قتبوا خالد مدام ملك والله العظيم ما يدخل عليه منه لا يضره وجهك لا يضره استاع الممسواة ثانوياه وكذا أخذت شوي قبل ما ينتهي قال أحولك على المحاسب وعطه رقم حسابك عطه رقم حسابك قلت أبو خالد والله ما أعطيها رقم حسابك قال لا تعطيها رقم حسابك قلت خلاص إن شاء الله حولني إلى المحاسب كلمني المحاسب أذكرنا سوداني قال يعطني رقم حسابك أبو خالد قال قلت اسمعني سلمني على أبو خالد السلام الكثير وقل لي يقول مقبل ما أنا ما أطيخ رقم حسابك والمزرعة تراها تحت تصرف يا أبو خالد سكرنا هجكم سكرنا المهم راحت خذت أسبوع أسبوعين كذا ما أدريت إلا الرقم يدق عرفت الرقم الله هو كلمت سلام عليكم قال أحولك على أبو خالد عندك كبل عندك شي عندك كبل قلت والله يا أبو خالد عندي قعود إن جايني هدية وبحملة في دنة وبرسل عليك هدية برسل عندي في في ذا المزرعة وليش ما حاول عليك هدية يا أبو خالد يا أقعد يا ضحي قال جعلك تسل لا أنا ما قصدي كذا أنا قصدي أشوف أنت عندي كبل أدري أرسلك من عندي قعود هدية قلت جعل عمرك طويل يا أبو خالد لا والله ما عندي بالولاء قال طي أبا حولك للمحاسب ولا تسوي زيديك المرة ما تعطيها رقم حسابك عاطها رقم حسابك قال طيب شري يا أبو خالد قال ما محولني على المحاسب أخذ رقم الحساب طعح لي براسي كل أخذ رقم الحساب فأنا فكرت لي في حاجة بعد أيام كذا وصلني مبلغ من أبو خالد مبلغ جزل وما يمدل للجزل لجعل عمرك طويل ومن يسمع حبيت أجازي في حاجة تنفع في الآخر حفرت عندي في المزرعة بير عربي حفرت حفرت بالغلوس العطانية وأنا شاركته في المبلغ الأرض فلا زال موجود عندنا راعة الحلال نعبي لي منه فلاش الحيوانات الطيور الزرع كلها بركة الله ثم الشيخ بنجال الشيبان يبو خان ولازال عندي إلى الآن قائد حبيت أهدي له هذه الهدية المتوابة تنفع في آخر وهو يستاهل ويستاهل وعسى الله يتقبل شوفوا يا جمعة الخير أنا أكلمني يوم اليوم واحد من الأردن وسلم ومسه وكيف حركة أبو عبد المحسن عصاك طيب والحمد لله بخير كذا كذا قال أبو عبد المحسن والله العظيم إن المجتمع اللي أنا فيه تغير من الله ثمنكم قلت شلون قال يا رجل لما نسمع يعني قصص الوفاء قصص المحبة الشهامة الكرم البذل الإثار يقول كلها الأمور هذه سبحان الله حركتوها فينا حركتوها فينا بشكل طبعا أنا لما أتكلم عن الأردن لا يعني أنه أيضا كل أخرى ما تأثرت ولله الحمد للتأثير واسع لما نسمع مثلها السالفة أيضا تعرف يعني شف الآن أنت تقابله بجميل ثم أبو خالد فينجال الشيبان يقابلك بجميل ثم ترفض ثم لا يقابلك أي جمال نحن فيه والله ما دخل مخباتي ريال وأحد منها كلها عطت فيها بنية إنه كله والله بنية إنه كله أجل أبشر أنت بالخير ويبشر هو بالخير والله العظيم مدام مجتمعنا فيها النماذج الجميلة في حنا في خير وإلى خير سأل الله عز وجل أن يبارك لأبو عبد الرحمن وأن يبارك لأبو خالد الله يسعدهم يبارك فيهم هو فينجال شبان وين ديارة زل فيه طبعا هو بالرياض هو مسكان الرياض مزار أشوفها على طريق حويته هو ما تفرج مشقرة طبي حويته لا خالي يجيك علي من سير عليه إن شاء الله ترى ما قد قابلته بإذن الله بن سير عليه كيف ما نسمع أنتقه وعنده لنا يوم بإذن الله لمثال هذا حقيقة ينعنال قال عسى الله يرزقنا من الحلاوة مجال ونزور فيها حبيبنا الغالي فينجال الله يسعدكم يبارك فيكم خلّ أكمل عد مدام الدعاء ووصلت فينجال وصلت رحمة أنا أبو خالد معروف فعل الخير وبو خالد من الناس اللي الطهبلة هذه والزود يا سلام ما يبعنده رجالة لا شفته قلت هذا من عامة الناس لا زود ولا شيء وهو فعل الخير اللي يعرفون الناس عن يعني جزء بسيط عن الشيء اللي هو يفعله بنا مساجد وعلى ما قال أخوه يعتك الرقاب فعل خير واجد فهو كان معزوم عند عبد الرحمن الطوال الله يغفر له يرحمه من أهل الزلف وانا رجال بيخبال الشعار شوي قلت بن مشيب قال سام قلت أنا قصت عنده ومرأة ولا شحد لكن اسمع قال عطنا اللي عندك بيتين بس قلت جهزت بيهم لحنتك جيثا بطلبك يا فنجال يقعودني بدويني وانت رجال والدرجال انطلبتك بتعطيني يا سلام يا بوكا في الندي بذل ترتجي هالمساكيني فزعت اللي حاد هالجال واحرج هالديا ييني قولي لي تم يا رجال كلمتين منك تكفيني قل تم وانا بن مشيب كفو نعر هاي والله ده العائل والله كفو وانت استاذ قلت عادس مع القصيد اللي على هذه تراها بيتين حقت مجلس هذه دغدغت مشاعر قلت للشعر بقلوب الرجاجي المنزال لصارت اهداف المعاني نبيله والمدح جاله معهل الشعر موال كل نغني به على ما يبيله وانا ما حب المدح في كل الاحوال الا كالساب الثناء والنفيله واليام ندح تمدح مثل رأس فنجال شيخ المواقف الشرف تستوي له رجال لكنه مهو بي رجال الناس مثل في زمن قليله يافي اليه واعد ويصدق اليه قال اليه عطى يعطى العطايا الجزيلة نسل الرجال امطوعت كل من عال الاد مشي بمتعبين الاصيلة خيالهم يكسر ثمانين خيال ولا في حاجة دونهم مستحيلة يفداه ناس جمعت روس الأموال ما غير بين عيالهم والحليلة الله لا يبقي بين الأجيال ذكره ومعروف يشرف قبيله ولا الردي عمره قصير ولو طال ذكره على نفسه ربعه في شي له يا سلام واختامها يا سامع بدع الأمثال بنهاية الطاروق حكمها جميلة كم ميت ذكره مع الناس ما زال لحل ذكره مجلس يندعي له كم عائش بين المخاليق يختال لحل ذكرها قيل يالله تزيله وصلوا على المبعوث والصحب والآل اعداد مهل المطار من المخيلة وسلام بيضا وجه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يستاهل والله يستاهل وصح الله هلسان اكتر اليوم مرة اي والله هنقول هنيئا لبو خالد والله هنيئا لبو خالد ما شاء الله تبارك الله المحبة التي تكون خالصة لوجه الله عز وجل لا يرتجي منها الانسان دنيا ولا يرتجي منها عطاء وهذه المحبة اللي حنا نتمناها ابو خالد اشتقنا لها الآن واشتقنا لشوفتها سأل الله عز وجل أن يبارك له في الدنيا وفي آخرته يا ربي يا الله والرجل حينما يذكر ويثن عليه وترى على فكرة إذا أثني على الرجل بفرحة افتراها جائها من داخل القلب صحيح أما المجاملة ترى ونقول ونحط بس مجرد لكن كونكم تذكرون بشكل هذا فأسأل الله أن يسعده في الدنيا وفي الآخرة وأن يبارك له في ماله وولده ودنياه وآخرته يا ربي يا الله حينما نوجه تعييه لبو خالد متواضع يعني عجيب الله يسعد الله يسعد ويسعدكم جميعا يا ربي يا الله الله يبارك فيكم أبو مطلق نبي عدى حين سالفت والله هو عديد لكن أبدا بنفسي أبدا بنفسي